ولا حتى مرسيليا انه يساوم المنتخب بلعبته واي حد يطلع في الاعلام يقول غير كده يبقى ضلالي الاولوية المنتخب مصر لانه مصر فوق الجميع هنا يا جماعة والنبي عشان نوزن صاح بقى مصر ماينفعش تتقال اولا عشان ييجي ثانيا الاهل او الزمالك مصر لا تقارن ولا تحتاج تعد بعديها مصر ما تعدش بعديها لا تقارن ولا يجب انها تكون موجودة في جملة مع اي نادي فيها حتى بقيمة وعراقة وعظمة ودور ومكانة النادي الاهلي احنا بنتكلم على الوطن فالوطن ده بره الحسابات دي خالص لا يجب لمقارنة اي حد بيه ولا يجب طرحه اصلا في العداد ده ده مبدئيا لكن هو مين الدلال يا ميدو اللي حصل قدامه الواقع على فكرة لو عايز تعرف الضلالي ارجع انت بنفسك افتكر في نفس الواقع المشابهة لما كان الزمالك اللي واخد لعبته كان رأيك ايه في 2014 كابتن شاوي غريب كان مسك المنتخب فكتب ميدو اشكرك شاوي غريب على تفاهمه موقفنا واستبعاده للاعب الزمالك من مباراة البوسنة حاولنا من ناحيتنا مساعدة المنتخب بتقديم مباراة الزهاب وكان مكمل قبل كده يعني لما كان الكابتن شاوي غريب يسيب لعبت الزمالك ماياخدهم شي لمباراة البوسنة عشان مجهدين او غيره يبقى ده كان حلو قوي دي كانت وطنية بجد دي كانت وطنية ومش ناس ضلالية الدلال ان النادي القالي دفع عن حقه وانه يقول ان لعبته محتاجها وانه كان لازم يحصل تنسيق مع مستر روي فيتوريا لانه لما حصل تنسيق من خلال صديقك حازم امام مع نفس الراجل روي فيتوريا وقتها لعبت الزمالك خرجت من المعسكر ولما حصل تنسيق بين فيتوريا وفيريرا وقت ما كان مسك الزمالك طلعت المواقع تقول لك جاء استبعاد لعب الزمالك باتفاق بين روي فيتوريا المدير الفني للفرعن وفيريرا مدرب المنتخب لحصول اللاعبين على قصة وافر من الراحة ده سابهم ما خدهمش عشان يريحوا لمجرد ان حازم عمل الكونيكشن ما بين فيتوريا ويرتبط فريق الزمالك بخوضه مباراة كاس السوبر للمصر السعودي اللي هي كاس لوسيل امام الهلال السعودي اللي كان متحدد لها 9 سبتمبر في ملعب لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة اضافة الى خوضه دور الاربعة وستين في دور ابطال افريقيا يعني مباراة ودية على كاس لوسيل ودور الاربعة وستين في دور الابطال دي كانت مهمة كبيرة جدا الزمالك يحتاج انه يشكر فيتوريا عليها ومرتضى منصور وقتها اطلع في الاعلام شاكر حازم امام على انه لعب هذا الدور الوسيط ساعتها دي كانت وطنية يميده ما كانش الاعلام ضلالي كان الاعلام وطني ومحب ومساند وداعم وكل حاجة لكن لما الاعلام ووحد زي مدرب المنتخب السابق كابتن ضياء السيد يتكلم على غياب التنسيق وانه النادي الاهلي محدش لعب لدور الوسيط الزمالك عنده مندوب في اتحاد الكرة الزمالك عنده مندوب في اتحاد الكرة اسمه حازم امام اسماعيل يوسف يطلع يشكره لانه نجح في انه يسجل لعيبة ناشئين للزمالك حتى مع وقف القيد وقال لك بازل مجهود كبير وانا معرفش لا المفروض خالد الدرندالي هو مندوب النادي الاهلي ولا حازم امام مندوب الزمالك الناس دي انتخاباتهم جمعية عمومية اول مفروض كده عشان يديروا الكرة في مصر بين الجميع مش ان حازم يبقى مندوب مية عوبة في الجبلية غير كده مفيش حاجة تحصل واي حد يتكلم على حق مشروع للنادي الاهلي قبل ما يلعب مباراة مهمة على كاس الصوبر يبقى ده اعلام ضلالي اعلام ايه اللي انتوا بتتكلموا عليه اعلام ايه بجد وانتوا فاهمين انه لو تم وضع اكواد اعلامية حقيقية حضراتكوا هتشتغلوا الشغلانة دي لو بنتكلم على اكواد مهنية حقيقية كان ده يبا الوضع علشان النادي الاهلي او استاذ بيل يتعرض لهذا الموقف ويهدد بايقاف لعبته او يبقى الاعلام ضلالي اشتركوا في القناة